السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البوية تجرعان درجات في بوية درجة عالية وبوية درجة متوسطة وبوية درجة تحت ما فيش حاجة اسمها افضل دهان للعربية في حاجة اسمها انسب دهان للعربية انا اللي ينسبني ايه طب الموضوع ده وان بيتقاس ازاي بيتقاس رجالة احنا قلنا ادي درجات البوية ديان حاجة وتاني حاجة طريقة الشغل سيستم اهم حاجة في الموضوع طريقة الشغل سيستم التطبيق تطبيق تنزيل المخصور صح المعجون صح السنفرة صح الرش صح الفلاشتايم صح الورنش صح محطش تينور بزيادة محطش كل حاجة تكون ماشي السيستم صح وده الحمد لله هتلاقوه موجود عندكم على القناة مشروح عملي ومشروح نظري هتلاقو ان شاء الله عندكم في الوصف مشروح كويس اوي طيب انا بقى اختار ايه هو اجيب دهان عالي ولا دهان متوسط ولا دهان منخفض طيب هو خير الامور الوسط ولكن انا دلوقتي انا دلوقتي راجل شغال شغلانة راكية العربية بتاعتي باخدها من الفيلا بروح الشغل بتاعي برجع على البيت تاني بحط العربية بتاعتي تحت الشجرة ممكن اقعد بالخمس ست سنين عبال مرش العربية تاني في الحالة دي احنا بنقولك هات الدهان العالي كل الشركات او معظم الشركات عاملن نفسها انواع دهانات عالية بورنشات عالية قوية وورنشات متوسطة وحاجات تحت احنا ما بننصحش ما بننصحش حد يجيب المستوى اللي هو المنخفض خالص دوان اللي هو الحاجات بتابقى رخيصة اوي لا حتى لو انت يعني هنخش ان شاء الله في الموضوع لو انت عايز ترش عربيتك اي حاجة خليك في المطوصل فانا دلوقتي راجل بحافظ على العربية بتاعتي بورشها كل ياما وانا شغلي او الطريق بتاعي نضيف ما فيهوش اي مشاجل فبالحالة دي نصحك تجيب الملدهان اللي هو عالي اللي يستحمل معاك الشمس اللي ما يكلحش بعد فترة العمر الافتراض بتاعه طويل تعيش معاك فترة كويس طيب انا دلوقتي ده بالاضافة اهم حاجة خطوات التجهيز السليمة لازم يكون عندك فكرة خطوات بالخطوات الطبيق السليمة التطهير صحة المعجون صحة كل دول نمشي سيستيم ان شاء الله المنتج زي ما مكتوب على العلبة الامر الافتراض بتاعه بامر اللي هيكون هو دول بشكل سليم طيب انا دلوقتي راجل شغال في جبل التاني راجل شغال مثلا في بنك بيروح حسابات عربية بركينة في الجراش شغال شغال في الفيلا بتاعتي اعتبر ما بتحركش مع العربية شغال بيحط عربية طوال في الجراش دول بننصح يجيب البويات والحاجات اللي هي سعرها عالي لان عربية طيب سعرها عالي يعني الراجل بيجيب بويات غالية برضك انا ما يكونش عربية ترخيصة عربية موديل زمان وهي العربية كلها لو اتبعتك جيب لها عشرين الف جنيه ما روحش انا جيب لها بويات بعشرة واثنشر الف جنيه برضك يعني الكلام مش صح حتى يعني لو انا العربية فين وفين عمان مدينة خليك في المتوسط او لو انت بمقدرتك عايز تجيب العالي هات ما فيش اي مشاكل طيب انا دول وقت راجل شغال في جبل وشغلي في جبل عارتول بطلع الجبل بنزل الجبل عربيتي ما بيعدش عليها 3-4-5 شهور اقل من سنة ممكن اكون رشتها مرة واثنين في الحالة داي بننصحك انك تجيب الحاجة المتوسطة تجيب الحاجة المتوسطة ليه؟ لان انت يعني طبيعي بترش العربية بتاعتك مفيش يعني مفيش بقل فترة بتبدأ اللي انت ترش العربية بتاعتك تاني فازاي انت في الحالة دي اروح اجيب حاجة غالية اروح اجيب الحاجة غالية ازاي فهتبغى تكلفة بالأوة انت كده كده هترجع هتنزل مكسور تاني قادم ت bleach واتدخل الكابينة تاني وهتكلفك خمات تاني وحاجات تاني فيبغى انت تجيب الحاجة الاكتصادية فما رحش اجيبها بيات حتى لو انا عربيتي غالية يعني حتى لو انا العربيتي بتاعتي غالية اروح اجيب لها في مقدرتك يا عم ربنا يوسع على كل الناس هات مفيش مشاكل ولكن اللي هو ايه احنا بنتكلم في حد امكانياته ما تسمحش لأ في الحالة دي انت فعلا اللي ينسبك السليم انك تجيب الحاجة المتوسطة ما رحش اجيب الحاجة الغالية لان انت عارف اللي انت مفيش كم شهرة تبدأ اللي انت ترش العربية مرة كمان طب ما ممكن الراجل اللي معاه عربية غالية يقول لي طب ما نجيب المتوسط او يجيب المتوسط يعني العالية هيفيد معك في ايه ان هيعيش معاك فترة كبيرة لان بردك لو حبيت ترش العربية تاني بص بقى بيزيد عليك ايه بيزيد عليك دخول الكابينة العربية ترش في الكابينة بيزيد عليك المصنعية مرة تاني والخامة زي تفك وتركيب العربية حتى لو انت مش تعمل صمكرة او حاجة فك وتركيب ده نفسه بيكلف يارب تكون المعلومة وصلت رجالة واي حد عنده اي اضافة يصيبها في التعليقات ما تنسوناش في الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته